بعد تعطره ثلاث دورات مجلس النواب يتفق على تمرير المادة الثالثة من الأمر التشريعي الحالي لقانون المحكمة الاتحادية حيث تحدث نواب عن المباشرة بقراءة تعديل قانون المحكمة الاتحادية خلال الأسبوع المقبل وحسم التعديل قبل نهاية العام الحالي اتفاق سياسي لتمرير تعديل المادة الثالثة من الأمر التشريعي الحالي للمحكمة الاتحادية بعد تعثر التوافقي على تشريع قانون المحكمة المعطل منذ ثلاث دورات نيابية الأسبوع القادم سنناقش موضوع المحكمة الاتحادية الفقرات التي نحتاج إلى تعديل عليها واستكمال نصاب هذه المحكمة أتصور قبل نهاية هذه السنة سيتم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية ويرجح نواب أن القانون سيمضي بالتعديل المقترح من قبل رئيس الجمهورية بعد إنضاج التعديل وترشيح القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى ولجنة الخبراء لاستكمال الفراغ الدستوري للمحكمة بترشيح بودلاء عن ثلاثة قضاة شغرت مناصبهم نتيجة التقاعد والوفاة نجان مشروع قانون من رئيس الجمهورية الذي هو تعديل المادة الثلاثة التي ألغيت من قبل الاتحادية في حيني والأمر الديواني الثلاثين طبعا هذه سهلة قراءة قراءتين لا نحتاج أكثر من ساعة زمان أو أقل من ساعة زمان جلسة برلمانية كاملة النصاب لأنه تعديل ما يحتاج أكثر ثلاثين وفقا لخبراء في القانون فإن التصويت على تعديل المادة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية تحتاج إلى الأغلبية البسيطة داخل مجلس النواب وهو الطريق الأسهل ليعادة بناء الفراغ الدستوري للمحكمة الاتحادية التعديل سيحتاج إلى سطر النص فقط اثنيا لأن التعديل سيحتاج إلى الأغلبية البسيطة يعني مجرد ثلاثة وثمانين صوت إذا كان النصاب متحقق كافية ثلاثة لأن التعديل اجنبنا مسائل الدخول منهم خبراء ومنهم فقهاء ومنهم قضاء ومع تعثر التوافق السياسي على تشريع قانون المحكمة الاتحادية لثلاث دورات نيابية متتالية ترجح كتل سياسية تمرير تعديل المادة الثالثة من الأمر ثلاثين النافذ حاليا لاستكمال التهيئة القانونية واللوجستية للانتخابات المرتقبة سجاد الموسوي العراقية الإخبارية بغداد